مرحبا بكم كما قلنا سابقا فهذا الأسبوع سأخصصه لدروس المبتدئين في اللغة الإنجليزية إذا كنت متقدما في الإنجليزية أعتقد أن هذا الدرس لن ننفعك كثيرا فلنبدأ ماذا يجب أن أطعم لكلبي؟ ماذا يجب أن أعطيه ليأكله؟ هنا when تعني متى متى يجب أن أطعم كلبي؟ متى ينبغي أن أطعمه في أي وقت؟ when should I feed my dog؟ take my advice خد بنصيحتي take my advice take خد advice نصيحة my advice نصيحتي you should take my advice لاحظ إلا تنتق نقول should you should take my advice ينبغي أن تأخذ بنصيحتي you should tell the truth truth الصدق أو الحقيقة truth الصدق tell يقول يخبر you should tell the truth you should tell the truth you should tell the truth هنا earlier باكرا earlier أو في وقت أبكر you should have come earlier كان عليك أن تأتي في وقت مبكر هنا عفوا I أنا كان عليك أن أأتي في وقت مبكر I should have نستخدمها متبوعة ب past participle للفعل فهذا come هو past participle come ونستخدمها هنا لتحدد عن أشياء لم تحدد في الماضي لكن كان ينبغي أن تحدد كان من اللازم أن تحدد مثلا أنت لم تقرأ الكتاب الذي قلت لك أن تقرأه وبعد ذلك عندما التقيتك قلت لك you should have read the book you should have read the book أو لم تكتب الرسالة التي قلت لك أن تكتبها وعندما التقيتك فيما بعد قلت لك you should have written the letter you should have written the letter كان عليك أن تكتب الرسالة لاحظ في النطق العادي نقول I should have come earlier I should have فهذا تختصر إلى أو إلى I should have come earlier I should have I should have come earlier أو لا I should have come earlier الجملة التالية هي I should have left earlier كان علي أن أغاذر في وقت سابق أبكر مما غاذرت left غاذر وهو past participle وفي نفس الوقت هو ماضي الفعل leave leave يغاذر should I wait for you here should I wait for you here هل ينبغي أن أنتظرك هنا wait for تعني تنتظر شخصا ينتظر here هل ينبغي أن أنتظرك هنا لاحظ بأن should عندما نستخدمها قبل الضمير pronoun I أو أي ضمير آخر أو أي فعل فتتحول الجملة إلى سؤال we should always obey laws obey يطيع obey 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 laws قوانين laws we should always obey laws we should always obey laws ينبغي دائما أن نطيع القوانين أو نطبق القوانين ونخضع للقوانين you should give up smoking يجب أن تتوقف عن التدخين give up تعني يتوقف عن ويتعني كذلك يستسلم لكن هنا تعني فقط يتوقف عن you should give up smoking you should give up smoking إلى اللقاء وشكرا على المتابعة ولا تنسوا اقتراحاتكم وتعليقاتكم تحت الفيديو إن كان أعجبتكم مثل هذه الطروس فسنزيد من مثلها وإن كنتم تحبون الدروس الطويلة جدا والتي نقوم فيها بشرح مقالات طويلة يمكن ذكر ذلك في تعليقاتكم ترجمة نانسي قنقر